سؤالا مهم ومقلق يشغل بال الكثيرين من ضحايا عمليات النصب التي تعرضوا لها في شركتي قصر السلطانة وتهاما فلافور للأسف حتى الآن لا يوجد إجابة قاطعة ومحددة حول مصير أموال هؤلاء الضحايا العديد من التحقيقات والشكاوى قد قدمت ولكن النتائج النهائية لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح وشفاف ما نعرفه حتى الآن تحقيقات قارية هناك تحقيقات قارية من قبل الجهات المختصة ولكن هذه التحقيقات غالبا ما تستغرق وقتا طويلا ومعقدا اعتقالات تم اعتقال بعض الأشخاص المتورطين في هذه القضية ولكن هذا لا يعني بالضرورة استعادة الأموال المفقودة وعود حكومية تم تقديم وعود من قبل الحكومة اليمانية بمتابعة القضية واستعادة حقوق المتضررين ولكن هذه الوعود لم تترجم إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع صعوبات في استعادة الأموال تواجه عمليات استعادة الأموال العديد من الصعوبات منها تضليل المحاكم قد يلقى المتهمون إلى تضليل المحاكم وتأخير سير العدالة تشتت الأموال قد تكون الأموال قد تم تشتيتها أو إخفاؤها في أماكن يصعب الوصول إليها تأثير الحرب الحرب في اليمن أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والقانونية مما يعقد عملية استعادة الأموال ماذا يمكن للضحايا فعله؟ المتابعة المستمرة التواصل مع المحامين التنسيق مع الضحايا الآخرين نشر الوعي